مساء الفل. نهار دا هنتكلم عن اغنية والعانة لحمد ميكي لسه نزلة من شوية. والاغنية هي اغنية دعائية لمسلسل الكبير الجزء السابع هينزل في رمضان السنة دي. بصوا يعني انا في حياتي عمري ما اسمعت اغنية سبعة دقيقة. سبعة تمام مرات واربعة. من كتر ما هي حاجة مش طبيعية. او الحاجة اي رابر طبعا انت بتحكي انه كلمته الحان دايما يعني هو اللي بيكتب ويلحن لنفسه. زائد انه الاغنية اخراج احمد ميكي. واحمد ميكي اصلا مخرج يعني قبل ما يكون ممثل. انت بتشوف تحفة فنية دماء خفيف. تشوف كلام معمول بحرفية. ميزة الاغنية دي او اكتر حاجة انت هتاخد بالك منها انك عمرك ما هتسمعها مرة ما ينفعش مرة. ليه? مرة تشوف الشغل معمول الجرافيكس التصوير الضحك اللي ملوش حل. ده هتشوفه مرة. ومرة تانية هتسمع وتقرأ الكلام. حاجة بجد انا انا مبهور بميكي ومبهور بموهبته. الموهبة الكاملة الشاملة. اللي انا بشوف دايما انه ميكي الرابر رقم واحد في مصر. وياكادي يكون في الوطن العربي بصراحة. اي حد في الدنيا بقى في الوطن العربي كله بعده. بعده. اللي هو بيعمل له ده حاجة غير طبيعية جماع. زي ان هو ممثل جامد جدا ممثل ناجح جدا زاكي مخرج. دايما بيقولوا سبع صناعة والبخت ضايع. لا هي مش سبع صناعة والبخت ضايع. تماما. لو باخت ضايع كده يا ريت باخت الواحد كله يبقى ضايع. لو واحد بالموهبة دي. وبيعمل كل حاجة بحرفية بالشكل ده جماعة. انا ما شفتش حد كده. يعني ما شفتش حد. يعني مالتي تالنت زي ما بيقولوا. بالشكل ده. اغناية مبهور منها. تتسمع وتتشاف اكتر من عشرين تلاتين مرة وما تزهقش منها. فيها دحك غير طبيعي. فيها حاجات صغيرة. بيتباين حتى في الاخراج انه الشخص ده دمه خفيف اصل. الكلام القفية الجناس. يا جماعة كل انواع طريقة الكلام المتعرف عليها في الاغاني عاملها. ما شفتش كده. واحدة من اقوى اغاني احمد مكي تقريبا من ساعة ما ابتدى يعمل راب. اسمعوها وشفوها. يعني مرة اسمعوها ومرة شفوها. وشايف ان هي اقوى دعاية. لمستلسل الكبير. اللي هو اصلا مش محتاج دعاية. مستلسل الكبير. اه الواحد يتمنى ان هو يعمل منه مسلا عشرين جزء كل رمضان. عايزة بكار كده. مع انه برضو في حاجات صغيرة انا بقدرها قوي. ان الاغنية نزلة يوم الخميس. اللي هو صباح تاني يوم اجازة في مصر. والساعة مش عارف تمانية ولا تت. توقيت تحفة. ده شغل. ده شغل توقيت الاغنية بتنزل امتى? وده شغل توقيت اه يوم ايه? وامتى? وقبل رمضان بقد ايه? وامش مجرد اغنية وخلاص. هي ماركتين قوي جدا للمسلسل. اغنية حلوة قوي. اسمعوها اقولو رأيكم فيها ايه? هل انا مبالغ فيها وانا بتكلم كده? ولا لا بس اها من اقوى الاغنية اللي سمعتها لحمت ميك من ساعة ما بدأ. كاغنية حلوة قوي وكتصوير خورة افضل. ده كان عندي النهاردة. اسمعوا اقولولي رأيكم تحت في الكومنت. شوف في فيديو جديد. سلام.